صباح الخير عليكم الله العزيز سيكم واخباركم ايه الحلقة دي والحلقات اللي جهة تبقى سخنة شوية فيها معلمات كتيرة ده نتيجة ان شركة اوبو شركة موتريلا اه عملوا او اصدروا الاجهزة بتاعتهم الجديدة غير ان هواوي عملت ساعة او اصدرت ساعة جديدة انا لسه شايفها النهاردة هنستعرض مع بعضينا الاوبو الفايند ان تو الجديد وهنشوف المزاياه والعيوب اللي فيه خاصة ان شركة اوبو بتقول ان ده خبرة بقى انتاج الفولدوبول اللي فات وهتشوفوا بقى التكنولوجيا جديدة في التليفون ده طيب هنستعرضوا النهاردة وهنعمل مقرنة بسيطة كده بينه وبين الفايند ان بتاع السنة اللي فاتة اه وللعلم احنا كنا عملنا السنة اللي فاتت المراجعة بتاعت الفايند ان وهنسيبها لكم ان شاء الله في الكارد اللي بتلقوها فوق ديت اه وبصراحة عملت ناس بالمشاهدة جميلة ورائعة التليفون ده بيقولوا عليه شاشته جميلة جدا بروسيسور قوي رامات وي ذاكرة اداء رائع وي بطارية قوية وشاحن سريع هنستعرضوا نشوف نقاط الضعف والقوة بتاعته ونشوف السعر بتاعه اللي بيقولوا عليه طبعا اقل سعر في السوق مقارنة تنبيه الاسعار اللي نازلة في التليفونات التانية وزي ما انتم عارفين طبعا احنا بنقول السعر في اخر الحلقة زي ما احنا متعودين يلا مع بعض نستعرض التليفون اللي معانا ونشوفه ونعمل مقارنة بينه كده وبين الاوبو فايند ان بتاع السنة اللي فاتة هنرى يا جاعة دلوقتي التليفون اللي معانا النهاردة وهو اوبو فايند ان تو الجديد يلا بهم اه ازاي مشاهدين في كل مكان ازايكم اخباركم ايه يا ربطة وبخير اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة الثاندر للتكنولوجيا والمعلومات ومعاكم اخوكم اشرف بالراحة كده بقى وبهداوة في الحلقة دي واعذروني على الاطالة لان بصراحة كمية المعلومات اللي هتبقى في الحلقة دي خصوصا المقارنة ما بين التليفونين هتبقى تقيلة شوية ولازم امشي بالراحة وفاهمكم في كل حتة ايه الموضوع بالزبط هنستعرض النهاردة مع بعضينا تليفون الرائع اللي جاي بمواصفات جديدة تماما اوبو فايند ان تو ومقارنة بسيطة بينه وبين الاوبو فايند ان هنمشي حتة حتة في التليفون ده شاشة رامات بروسيسور وهنقارن ما بين الاتنين ونشوف الموضوع بالزبط اخباره ايه خاصة ان فعلا التليفون حصل فيه تغيير جذري تماما وحاجات واشكال وقصص ووزن وطول وكاميرات وبطارية وشحن سريع حاجات اتشالت وحاجات اتحط حاجات كتيلة جدا وعشان ما طولش المقدمة ما تنسوناش مش هنسى اوصل حضراتكم سبسكرايب اللايك الشير في كل مكان الكومنس ونردها حالكم مع طول زر الجرس لو سمحتم فعلوه عشان يجيلكم كل جديد اه هتلاقوا في صندوق ديسكريبشن او صندوق الوصف اسفل الفيديو لينك من شركة جميلة خشوا خدوا فكرة ولاجع بكم حاجة اشتروها دعما للقناة يلا ما بعدها هنستعرض التليفون الرائع الجميل جدا اوبو فايند ان تو من شركة اوبو منقارنة بينه وبين الاوبو فايند ان يلا بينا التليفون قولنا عنه في ديسمبر عشرين اتنين وعشرين وتحديدا خمستاشر ديسمبر عشرين اتنين وعشرين ابتدى يطرح في البيع في الصين ولكن عالميا حتى الان او شرق اوسط او مصر لم يتم الاعلان رسميا ولو ان اللي شعب كلها بتتكلم برضو انه هو في اخر واحد او اول اتنين من السنة جديدة هيبتدى يطرح للبيع ابعاد التليفون دوت كالاتي في حالة الانفولد هيبقى مية اتنين وثلاثين في او مية اتنين وثلاثين فاصلة اتنين في مية واربعين فاصلة خمسة في سبعة فاصلة اربعة في حالة الطي هيبقى الابعاد مية اتنين وثلاثين فاصلة اتنين في اتنين وسبعين فاصلة ستة في اربعة عشر فاصلة سلتة ملي متر الوزن المقدر للتليفون ده متين تلاتة وتلاتين جرام في العادي اللي بدون ظهر جلد وميتين سمعة وتلاتين جرام في اللي بضهره جلد بيتفوق في الحتة دي على نظيره 16 سنة اللي فاتت في حتة الوزن وي الابعاد لانه ارفع واخف وزن من التليفون بتاع السنة اللي فاتت نيجي بالنسبة للتليفون نفسه وفريماته هتلاحظوا ان زرار الباور او زر الباور فوقيه على طول زر الصوتيات بعكس تحسن اللي فاتت اللي كان جزء هنا وجزء هنا مع تصغير حجم زر الباور والبصمة اللي فيه الشكل الفريمي مش البومبيه او الحواف المتنية اختلفت تماما فاصبح اصبح حواف حدة وشكلها شيك قوي واحسن من بتاع السنة اللي فاتت طبعة الحماية الامامية زيه زي السنة اللي فاتت من نوع الجوريلا جلاس ذيكتس الامامي والخلفي من النوع البلاستيك جزء من الحواف ولكن الخلف هيبقى من نوع الجلاس فيه الابيض اما فيه الاسود ويه الاخضر فمن اللي بيسموه الاكوليذر باك او الاكوليذر اللي موجود فيه الضار زي ما احنا قلنا اللي في حالة الجلاس هيبقى الطبقة الخلفية او الحماية بتاعتها هتبقى من نوع الجوريلا جلاس ذيكتس زيه زي السنة اللي فاتت بالزبط التليفون مجهز انه هو ياخد شرحتين اتصال وخده المفاجأة كمان انه هو مجهز ان انت تستخدم البن او القلم معاه اللي نازل من شركة أوبو والقلم هنا مغناطيسة او ماجناتك مع الشحن مع كمان انه يبيدي اوامر عن بعد زي بالزبط بتاع التليفون السامسونج النوت او يعني تقدر تصور من خلال القلم ان انت تقدر على الضرار او تتحكم في الاوامر بتاعة التليفون عن بعد عن طريق القلم الماجناتك اللي بيتوصل او بيبقى متواصل مع التليفون عن طريق البلوتوث نيجي بالنسبة بقى للشاشة الشاشة من نوع الفولدبول او في حالة الشاشة الداخلية يعني التي بي او اموليد 120 هرتز اتش دي اار 10 بلاس اللي بتدعمه النتس بتوصل ل 1550 نتس في الاضاءة القوية حاجة رائعة جدا 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 بخلاف السنة اللي فاتت تماما مساحة الشاشة بتبقى 7.1 زي بتاع السنة اللي فاتت بالضبط بقوة استحواز 87.3% الشاشة الداخلية 1792 في 1920 بيكسل نفس ابعاد بتاع السنة اللي فاتت بالضبط نيجي للشاشة الخارجية اموليد التردد بتاعها عكس السنة اللي فاتت كان المساحة بتاعتها اكبر من بتاع السنة اللي فاتت 5.5 انش بقوة استحواز 91% برزيوشن شاشة 1080 في 2120 بيكسل بنتس بيوصل 1350 نتس اعلى من السنة اللي فاتت بكتير ودي بتدي قوة اضاءة في الشمس والسطوع في الشمس زي ما احنا قلنا طبقة الحماية كورنين جوريلا جلاس ديكتس طيب نيجي بالنسبة البلادفورم او السيستم اللي نازل بيه هيبقى نازل باندرويد 13 بوجهة كالر او اس 13 ببروستر كوالكم او من شركة كوالكم هو سناب دراجون الـ 8 بلس الجيل الاول وده المعتمدية بتاعتها 4 نانوميتر بعكس سنة اللي فاتت اللي كان نازل بسناب دراجون 3 تمانيات زي ما احنا عارفين ان البروسيسور ده او ثوماني النواة 8 انواة النواة الرئيسية بتاعته 3.0 جيجا هيرتز كورتيكس اكس 2 المسامة بتاعتها التلات انواة المتوسطة بقوة 2.75 جيجا هيرتز كورتيكس اي 710 والاربع انواة الموفرة للطاقة بقوة 2.0 جيجا هيرتز كورتيكس اي 510 الجي بي يو او 1 رسميات قدرينو 730 التليفون زيه زي السنة اللي فاتت بالزبط ما بيدعبش تركيب الكروت الميموري ولكن بينزي بذاكرة 256 او 512 جيجا بايت من النوع اليو في اس 3.1 زي بتاع السنة اللي فاتت ولكن الرامات هنا بتختلف الرامات هنا 12 جيجا بايت مع ال 256 و 16 جيجا بايت مع ال 512 بعكس بتاع السنة اللي كان بينزل بالتمانية جيجا بايت رام نيجي بالنسبة للظاهر الشيك اللي هو عمزة الجلد معنا نتكلم كلا ان بالزبط بنكلم عن الاخضر او اللون الاخضر زي ما انتم شاهدينه في الصور اللون بتاعه عبارة عن اخضر بيدي ملمس الجد او شكل الجلد مع كفر طبعا بيجي في العلبة ولكن الكفر بيدي الكفر بيدي شكل الجلد ولكن هو بلاستيك الكاميرات الخلفية في اطار مش هقول مربع قوي هو مربع ماي للمستطيل شوية الكاميرات بنت قوي بطريقة اشيك من السنة اللي فاتت لانها جاية بمش تلات كاميرات فوق بعض لكن جاية بكاميرتين كبار فوق بعض وعلى اليمين الكاميرا الرئيسية فوق كاميرا صغيرة تحتيها المستشعر والفلاش اللي موجود الكاميرات الخلفية الكاميرات الخلفية الكاميرات ٞ ميجا بيكسل زياتة بتاع السنة اللي فاتت فتا عدسة واحد فصلة تمانية دي بتدعم و الكاميرا اقوى واشد من بتاعت السنة اللي فاتت الثنة فكت ستتاشر ميجا بيكسل السنة هيدي تممانية واربعين ميجا بيكسل فاتت عادسة اتنين فاصلة اتنين بالدعم والبيدي ايف. علاوة على زلك كمان مدعمة من شركة حصل بلد. بالتعاون مع تصحيح الالوان شركة اه حصل بلد حطها او متعاونة مع اوبو فيها. فبتدي درجة تصوير وقوة تصوير واداء عالي جدا في التصوير دول LED فلاش باتنين تون اللونين المختلفين اصفر وابيض بدعموا تصوير HDR والبانوراما شيك ورائع وقوة كاميرات رائعة بتصوير فيديو بيوصل لاربعة كي بفريمات تلاتين وستين فريم زي ما احنا قلنا ان التليفون ده خمس كاميرات فبيجوا الكاميرتين السيلفي التانين سواء الداخلية او الخارجية اللي في الشاشة بقوة اتنين وثلاثين ميجا بيكسل فتحة عدسة اتنين فاصلة اربعة والكاميرا برضو الخارجية زيها بالزبط اه تقريبا قريبين من بتاع السنة اللي فاتت طيب نيجي بالنسبة للصوتيات الصوتيات رائعة واقوة متاع السنة اللي فاتت فهو ويدعم الستيريو سماعتين اسفل واعلى بدعمه خاصية او الصوتيات اللي بنظام الدولبي عشان يطلع لك الصوت نقي ورائع جدا نيجي بقى بالنسبة لوحدات الواي فاي بقى احدس حاجة بس البلوتوث خمسة فاصلة تلاتة باخر برجة مش خمسة فاصلة اتنين زي بتاع السنة اللي فاتت الانيف سي طبعا موجود الانفارد مش موجود ويو س بي اه اتنين فاصلة زيرو معلومة بس احبه لوضحها لحضراتكم الانفسي موجود اه ولكن ليس في التليفون ده شحن ويرلس بعكس بتاع السنة اللي فاتت واستغنوا عنه بالشحن الاسرع عن طريق الواير ودي حاجة كنا احنا مش حابين نلاقيها ولكن هم اعتقدوا ان هم استغنوا على او عن الشحن الوايرلس عشان يخففوا من وزن التليفون نفسه في الدفايس اللي مسؤول عن الموضوع ده داخل التليفون نيجي بالنسبة للسنسورز فالبصمة جانبية طبعا زي ما احنا قلنا في زر الباور وموجود بقية المستشعيرات اللي موجودة في بقية التليفونات البطارية من نوع الليثيوم زي بتاع السنة اللي فاتت ولكن اكبر شوية بص بحاجة بسيطة 4520 ميلي امبير شحن السريع اللي موجود اللي انا بتكلم عليه 67 واط بيشحن 37% في 10 دقايق 100% في 42 دقيقة بعكس بتاع السنة اللي فاتت كان نازل 33 واط بيشحن 55% في 30 دقيقة الشحن العكسي موجود ده 10 واط بتقدر تشحن به اي اجهزة تانية زي مسلا موبايلات تانية او بطزة او يعني سماعات تانية ولكن ده مش معناه انه بدام حط الخاصة دي انه متاح الشحن العكسي بس عشان احب اوضح للسادة المشاهدين لأ هو فيه شحن عكسي اه ولكن هو نفسه ما بيتشحنش او التليفون نفسه ما بيتشحنش عن طريق الوايلس هما استغنوا عن الجزئية دي وعوضوها بيه الواير او الكابل ب 67 واط شحن سريع طيب التليفون بينزل منه تلتة الوان البلاك او الاسود والجرين الاخضر والوايت الابيض البلاك والجرين بيجي بيه الملمس او الجلد الخلفي احنا قلنا عليه هو والابيض هو بس اللي بيبقى شكله الازاز مش سراميك هو ازاز طيب سعر التليفون حسب احدث حاجة نزلت زي ما هو بيقول في الصين او في الصين هو ب الف ومية يورو يعني طريبا بنتكلم وقت تصوير الحلقة بالسعر بتاع اليورو دلوقتي حوالي 28500 او 700 تقريبا قبل الضرائب والجماري ولكن يبقى التليفون دوت اقل لسعر التليفون فالدبو الموجود نزل اللي نزلت شركة اوبو عن بقية التليفونات اللي موجودة اه بخاصية رائعة جدا بشاشات رائعة بشكل شيك بيدعم الالم اه او سبورت ليه الالم اه برضو عايز اقول لحراككم برضو تقفلة التليفون نفسه جبيلة ورائعة يعني انت لما بتيجي بتقفل الشاشة وده واضح جدا في الفيديوهات اللي بتيجي تقفلها بعكس بتاع السامسونج ما بقاش في فراغ يبان منه ايديك او تبان منه الناحية التانية وده معناه ان انت لما بتجي بتفتح التليفون تاني ما بتلاقيش كمية الاتربة والوساخات يعني اللي بتبقى موجودة فيها او موجودة على الشاشة اللي بيلمها الفتحة زي بتاعة سامسونج حاجة تانية كمان مطرح تاني الشاشة وطبقها انت ما بتلاقيش اثارها زي اللي موجودة في السامسونج اه بتلاقي بالعكس الشاشة الداخلية فلات تماما ما بتلاقيش منظر الطيء او المقفول على فكرة الحركة دي موجودة في ده والفليب اللي هنستعرضه ان شاء الله في الحلقة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله عشان ما اطولش عليكم الحلقة هي طولت قوي اه يا رب يكون معلومات فادتكم وجاهز جدا لاي استفسار وتحت امروكو في اي وقت وقت ما ينزل التليفون عندنا في شرق اوسر من خطب الشركة يمكن ان نعمل له يا رب يكون الحلقة عجبتكم مش هنسى اوسل حالكم مدنسوناش سبسكرايب اللايك الشير في كل مكان الكممنس هتضع حالكم على طول زر الجرس لو سمحتم فعلوه اه هتلاقوا فيه صندوق الوصف لينك من شركة جوميا لو عجبتكم المعدات اشتروها دعما للقناة شكرا جدا لكم سمحتكم وسلام وعليكم